السلام عليكم أنا جعفر من سبو ثري سيكستيو تقديم اليوم الثالث من المنديال يوم أمس ابتدأ مع المنتخب العربي المصري في مواجهة منتخب الأوريقواي وبتواجد النجم محمد صلاح على مقاعد البودلة مباراة مميزة جداً وأفضلية للمنتخب المصري في معظم أوقات المباراة لكن وللأسف منتخب الأوريقواي يخطف هدف قاتل برأسية من خيمينيس مع آخر رقيقة في الوقت الأصلي من المباراة لحارس المصري الشناوي بعد أداء أكثر من رأة يحصل على جائزة أفضل لاعب المباراة والنجم محمد صلاح ما شارك في اللقاء ولا دقيقة المباراة الثانية بين المنتخب العربي الآخر المنتخب المغربي مع المنتخب الإيراني المنتخب العربي قدم مباراة رائعة وممتازة وسيطر في معظم أوقات المباراة لكن ومن كرة عرضية في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضايع سجل اللاعب المغربي بهدورد هدف في مرماه ويخطف المنتخب الإيراني نقاط الفوز وهذا ثاني فوز لإيران في كاس العالم بعد فوزهم على أمريكا سنة 98 المنتخب الإيراني بعد أصبح أول فريق يسجل هدف في شوط في كاس العالم وبدون ما يسدد أي تسديده من سنة 1966 أما اللقاء الثالث والأخير اللقاء الأقوى والأمتع قمت الدور الأول بين المنتخب الأسباني والمنتخب البرتغالي المباراة اللي كانت بدون منازع أفضل مباراة حتى الآن هدف برتغالي سريع من بلانتي لرونالدو ورد من كوستا وقبل نهاية الشوط كريستيانو يسجل هدف بطريقة غريبة من دخية ويرجع كوستا يرد بهدف التعادل في الشوط الثاني بعدها ناتشو اللي يتسبب في البلانتي يسجل هدف رائع من تسديده من خارج منطقة الجزاء وتستمر سيطرة الأسبان عن المباراة حتى الدقيقة 88 رونالدو يتحصل على خطأ من خارج المنطقة يسديده بنفسه وهدف التعادل والهاتريك لكريستيانو في مرمى الأسبان الهاتريك رقم 51 في مسيرته والهاتريك رقم بعد 51 في تاريخ البطولة وبعد كريستيانو صار أكبر لاعب عمر يسجل هاتريك في تاريخ كاس العالم أما مباريات اليوم أربع مباريات في يوم استثنائي نفتتحها مع مبارات فرنسا مع استراليا المنتخب الفرنسي واللي يعتبر أحد أقوى الفرق في البطولة واحد المرشحين للقب مع تواجل كثير والكثير من المواهب في صفوفه والمنتخب الاسترالي اللي هو أحد أفضل الفرق الأسجوية مع أنها تأهل بالملحق لكن يعتبر أقوى المنتخبات في آسيا لقاء هو الثالث في تاريخ اللقاءات بين الفريقين مبارتين ودية انتصرت فرنسا في واحدة وتعالى لو في الثانية أما المباراة الرسمية الوحيدة اللي كانت بينهم كانت في كاس القارات 2001 وانتهت في فوز المنتخب الاسترالي بنتيجة 1-0 مباراة اليوم راح تلعب الساعة واحدة الظهر بتوقيت مكة اللقاء الثاني واللي يجمع منتخب ايسلندا مع المنتخب الارجنتيني وصيف البطولة السابقة يفتتح مشواره في هذه البطولة اليوم الساعة 4 العصر بتوقيت مكة المنتخب الارجنتيني وبتواجد ميستي أكيد هو أحد منتخبات المرشحة لتحقيق اللقب وكل هذا يبدأ من بوابة المنتخب الايسلندي واللي يشارك لأول مرة في كاس العالم هذا اللقاء راح يكون أول لقاء بين المنتخبين في التاريخ اللقاء الثالث اليوم ويجمع المنتخب الديماركي مع المنتخب البيرو في المجموعة الثالثة اللقاء مهم للطرفين وممكن يعطي دفعة قوية للمنتخب اللي يفوز وتكون اول خطوة للتأهل للدور الثاني المباراو اللي راح تكون الاولى بين المنتخبين في تاريخ مواجهاتهم راح تلعب الساعة 7 الماسة بتوقيت مكة اللقاء الرابع والاخير اليوم واللي ممكن يكون اقوى لقاءات اليوم المنتخب الكرواتي مع المنتخب النيجيري لقاءة ضمن المجموعة الرابعة المنتخب الكرواتي واللي يملك الكثير من النجوم في مهمة ما راح تكون سهلة ضد المنتخب الافريقي العنيل واللي يقدم مستويات مميزة والكثير يتوقع ان يستبع مشاكل لكل فرق البطولة اللي يواجهها مباراة راح تكون بعد الاولى في تاريخ مواجهة الفريقين وراح تلعب الساعة عشر المساء بتوقيت مكة او بس هذا تقديم اليوم انتوا ايش رايكم مباريات امس ونتائجها وبعد عطونا توقعاتكم من انبارات اليوم سلام